أقام القسم الاجتماعي بهيئة علماء المسلمين ندوة طرح فيها نبذة عن القسم الاجتماعي وجهوده في عامي 2017-2018 بحضور الدكتور مثنى حارث الضاري الأمين العام للهيئة وعدد من المهتمين بالشأن العراقي بداية لا بد من التعريف بالقسم والمهام المنوطة به القسم الاجتماعي من الأقسام المهمة في الهيئة حيث إنه يقوم على رعاية الأيتام والعائلات الفقيرة وهذا ما يمكننا أن نستنتجه من خلال قراءتنا لمهامه والتي تتلخص بالآتي أولا كفالة الأيتام ثانيا تقديم المساعدات المادية والمعنوية للمحتاجين والأسر المتعففة ثالثا مساعدة المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة رابعا تنفيذ مشاريع الإعانة والمساعدة الطارئة والضرورية خامسا متابعة أحوال عائلات شهداء الهيئة استعرضت الندوة الجهود الإغاثية للقسم الاجتماعي في العراق والتي تقف في مقدمتها أزمة النازحين وإرسال الهيئة للمساعدات الغذائية والطبية لإغاثتهم في مخيمات تفتقر لأبسط مقومات الحياة الكريمة حينما نقرأ هذا الاهتمام فإن هذا الأمر يأخذنا إلى جانب كبير يجب أن ننتبه إليه وهو أن الهيئة ومنذ تأسيسها جعلت من أولوياتها مساعدة الأيتام والأرامل لأنها تعي أهمية هاتين الشريحتين وأن البلد يعيش في احتلال والاحتلال لن يخلف إلا القتل والتشريد والتهجير فأرادت أن تنبه إلى ضرورة سد بعض الاحتياجات للأيتام والأرامل وأن كلتا الشريحتين ستمر بظروف صعبة بسبب الاحتلال وتبعاته يشار إلى أن القسم الاجتماعي في الهيئة يعنى بكفالة الأيتام وتقديم المساعدات المالية للمحتاجين والأسر المتعففة ومتابعة أحوال عائلات الشهداء وتلبية نداء كل مستغيث وسد حاجة كل محتاج وهذه الجهود يقوم بها القسم الاجتماعي بما أمكن فيما تعجز حكومات الاحتلال عن استيعاب أزمة النازحين والمحتاجين في العراق بحجة قلة التخصيصات المالية في وقت يسرق فيه البلد على مرأة ومسمع الجميع ترجمة نانسي قنقر